السلام عليكم لبنات كي داري اللبز عليكم أموركم هانيا نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال بصحة جيدة ان شاء الله اليوم اجيتكم فيديو جديد على القناة قناة رشيدة شانالي لأول مرة تشوفوا القناة ديروا لي ابوني وتفعلوا الجرس وديروا لي جيم لا يخليكم يا لبنات اليوم اجيتكم فيديو جديد بغيت نديلكم طريقتي في شباكيا واخلي يوتيوب عامره شباكيا هذا العام تبارك الله اعطى الله الخير لم يكن فيها بس انا انشاركم طريقتي سهلا مهلا تقول مبتدئات تقول لي عامره اما ما درتها بهات الطريقة هذه يعني كتجلسة اهلا وشي شوشر بلعسل ان شاء الله وزع مزوينا على باركة الله نبدأ المقادير درت لها كاس محمر طحون من الجنجلان درت كيلو دفارينة يعني تقيق فرص درت بيضاء درت الخل درت معلقة ديال الجنجلان معلقة القرفة معلقة الخميرة الحلوة نص معلقة الخميرة العجين معلقة ديال الزعفران المنوين المنوين الغذائي ويلا كنزة الحور حسن ممعنديش درت كاس ديال الزبدة درت كاس مع مرش ديال الزيت درت كاس ديال ديال مظهر درت كاس ديال الماء وكاس مظهر وكاس ديال المام من الاحسن يكونوا سخانين شوية درست 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 مقادر هم هادوك منزل استحاجة حيث اصلا شجلت وعادب وعادبت درت سميتو عادت جيت المونتج وانا كان هذر فهمتو باش نقول لكم المقادر هادوك مدرتوك فاسميتو وصافي كما قلت لكم درت المقادر هم هادوك درت هادوك شوية درت من بعد من بعد انتو ما غاتشوفوا درتهم فهادك ديال العجانة حيث درتها شوية تعجن درت كماشتو درت فارينة درت بقولش النواشيف اللي شتوا معايا فاسميتو نواشيف درتهم خلطهم هاكا تخلطيها مزيان 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 ومن بعد غاتشوفوا معايا انني زد عليهم زد عليهم زبدة والزيت وخدمتها وثاني بيديها ترمل يعني تكون خلطة مزيان باش تشرب ذاك الزبدة حيث باش تجيه شيشة وفتية من الداخل من الاحسن زا ما تخدموها شوية بيديكم ذاك الخالط مع الزبدة والزيت باش تجيه فتية وفتية ومن بعد تزيدوا البيض وتزيدوا وتخلطوا وتزيدوا المزهر ومن الاحسن يكون دافي يعني تسخنوه شوية ودودوا من الاحسن يكون دافي حتى معايا هنا يعني اللي كان في الجو سخن يعني ماشي مشكلة تديرها يعني تدير الماء ومظهر هكاك النسبة لما تسخنهم وكني كما قلت لكم هنا احنا شوية الحال بارد انا سخنتهم شي شوية يعني يكونوا دافي صافي ومن بعد كما شتوا معايا درس داك شي كامل ودرتوا في الماكينات يعني تعجنوا شوية ومن بعد دلكتو بيدي ودرتو قسمتو على تمانية القيطة ودرتوهم في الميكا وصافي وكندلك كنخرجهم من الماكينة دا بغا تشوفوك جميع المراحل زي ما عراء غا تشوفهم معايا في الفيديو يعني كددلك بالمدلك شوية كتخرجهم من الماكينة الماكينة أنا كنخدم ثلاثة وخمسة يعني كنخرجها من الماكينتي وكل واحدة يعني كل واحدة حسب الرق من الماكينة وكل واحدة من الماكينة من الماكينة من الماكينة ومعايا في الماكينة ديالي كنديرها في ثلاثة وكنديرها في خمسة وحاولت نديرها في سبعة ولكن كنت قطع يعني ما بغاش صفي يعني خمسة كنت قطع ترقيقة هي هذه والماكينة 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 حيث أصلا ندرس هل أصلا ندير من مع اختي والماكينة خرجتها في سبعة وخرجات كنت اتشبك كنت شبك كنت تعليم الاشكال وكيف تشبك راكم عارفين تشبك ديال الشبكية هنا انا شبكتها بغرب بيدي يعني بهكا كان قطعوم هكا كما تشوفو الصبيعات قبار صافي وكان نلويم هكا بيدي تلوين على الصبع الثاني الثالث الرابع صافي ومن بعد كات حتى كات تجمع ذاك القناة في الجناب اسمحوا لي هكا تقطع لي الفيديو ورجعت لكم او ثاني باش نوريكم كيفاش كما قلت لكم كتشوفو تدير الول ثاني والثالث ومن بعد صافي كتحطوها هكا وكتتقسم اسمحوا لي بغض اسمحوا لي قلت لكم كتشدو ذاك القناة ومن بعد ذاك انا اخد السكين باش يلا يقولوا ما يكونش مضغوطين بززاف باش تجي افتية فاش نديرها في الزيت تطلق ليها و هنا ما فيها باش نوريكم الطريقة مرة اخرى كما قلت لكم ودرتك الطريقة القديمة المعروفة عند الناس الزماني لتقطعين مربعها كاس وتقسمي على خمسة الأشريطة ومن بعد شبكة معروفة عند الناس كاملين وهناك نحاول لا يجيش الأشريطة نتلاسقين باش تدخل فيها الطياب والزيت يتقلها مزيان صافي ومن بعد فاش ساليت الكيمياء اللي عندي درتها في الزيت يتقلها صافي اه فاش درتها في الزيت درتها في العصل سمحوا لي الفيديو ديالة فاش درتها في العصل سمحوا لي انا غير نقول لكم شنور المراحيل كان حيدها في الزيت كان ديرها في العصل من بعد كان ديرها شوية جنجلان وهاش باكية ديالتي وجدات سمحوا لكم في الشكل النهائي ديال ها هي كما تشوفوا الشكل النهائي ديال الشبكية ديالتي كما قلت لكم الى اول مرة غتديرها كوني على كيد انها غتصدق لك كما قلت لكم فتية وهشيشة وشارب العصل ولماذاق يا سلم ما شاهدكم بصحة وراحة وصولوا التالي ديال الفيديو كانت تمنى يعجبكم الى عجبكم الى الفيديو ديروا لي ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالي وديروا جيم مغسرتوا له يا البنات ديما كان كل هذا الضرعي ذا ورامدان كريم مرة اخرى ان شاء الله والله يتخلوا علينا وعليكم صحة والسلامة ووطوط العمر وكل حاجة زوينا في الدنيا يا ربي واشاء نقول لكم اخليكم مع الصور ديال الشباكية ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة